تخزين الأمح في العراء تخزين الأمح في العراء تخزين الأمح في الصوامع مشكلة في هذه السموم منين ما تكونت أصبحت سابتة ولا يمكن القضاء عليها لم تفلح معها أي معالجات ضوئية إننا نستخدم الأشعة التحت حمراء أو الفوق بنفسجية معاملات حرارية هذا السم سابت حتى درجة 250 درجة مئوية معالجات كيميائية نحط كيميائية نتخلص متى أفرز الفطر هذا السم في القمح أصبح السم نفسه موجود وممكن نقضي على الفطر بقى خلاص إنما السم بقى بيضمر الكيلة بكل حالات التلايف الكابدي اللي في الريف بل والدراسات الحديثة بتقول إن فيروس الكابدي بي على وجه الخصوص مرتبط بسم الأفلاتوكسين اللي الدول الفقيرة بتأكلوا لشعبها عن طريق التخزين في العراء وبالتالي عشان كيلة بقول لحدك إن دي جريمة لأنه حتى بيسموه أحيانا كثيرة إن ده السم الخفي لأنه ليس له لون ولا طعم ولا رائحة فالإنسان هو ما بيأكله ما بيش بحس بأن مثلا الحاجة دي حمضة طبيق فاسد أو إن الحاجة دي مرة لا ده ليس له طعم ولا لون ولا رائحة فبينزل في جوف المصريين والأمم المتحدة مطلعة تقرير هذا العام بتقول إن تخزين الأمح في العراء بيقصف عمر 40% من عمر الإنسان في الدول الفقيرة نتيجة لتخزين الأمح والدرة اللي هي الغزاء الرئيسي يعني أكتر من 50% من مئدة الفقراء حبوب يعني أكتر من 40% من عمرهم بسبب تناول الحبوب المخزنة في العراء المزارعين دايما هم اللي تيهيين في المسألة بمعنى إنه دايما يطلب تحديد السعر مقدما بشكل مبكر لأنه هو بيتنافس مع البرسيم في الموسم الشتوي والبرسيم مع ارتفاع أسعار اللحوم مع ارتفاع أسعار الألبان مع تجار المواشي بيدفعوا مقدمات للمزارعين إنما الدولة لا تدفع مقدمات لزراعة القمح للمزارع فهو الفلاح أصبح بيزرع البرسيم وهو ضامن بيعه ومن غير ما يكلفه حاجة لأنه أخذ الفلوس من التاجر قبل ما يزرع فده بيزر بيتزرع في نص تسعة وأول عشرة بحين أن الأمح بتزرع في نص نوفمبر ابتداء من منتصف شهر نوفمبر من هنا بتحصل المشاكل احنا ساعات مثلا ما ييجي وزارة صلاحة تقول أنا بنتك 8 مليون طن أمح فنيجي نقول الريكورد في العشر سنوات اللي فاتت كلها ما ورد إلى وزارة التموين 2.5 مليون طن فمن فضلكم إذا كان اللي تورد للدولة 2.5 قولنا بقيت التمانية راحوا فيين فتقول لك أصلي فيه تلت هالك وأصلي فلاح بيحتفظ بالتلت كمان برضو لما تيجي تحسي بهذا الكلام تلاقي كلام مش مقنع ولا اقتصادياته مقنعة بمعنى أن الفلاح بيحتفظ بالتلتين ويورد التلت طيب هو بيجيب احنا قلنا المتوسط العام لمصر 18 إرداب هيورد ستة الإرداب بالسنادي كان ب370 جنيه للإرداب لما تحسبي بنقول ب400 400 في ستة كان ب2400 جنيه دول ما يجيبوش تمن إيجار الأرض يعني إيجار الفدان في الموسم الشتوي 2000 جنيه وساعات يزيد لأنه المنافس قوي المنافسة قوية مع البرسين فلما يجي يقول لي يبيع ب2400 من هو بقاله ستة شهور هيأكل ولاده إزاي وستة شهور هيأكلهم إزاي وإيه هو أرباحه إنما الصح مثلا إن هو لو بينتج 18 نقدر نقول إن هو بيورد للدولة من 12 إلى 14 وبيحتفظ باتنين إرداب فقط في بيته الإرداب مش قليل 150 كيلو علشان استهلاكه طول السنة إنما السنة دي لما كان السعر عالي 370 في حين كان سعر الأمح المستورد 250 ما حدش يقول إن الفلاح يحتفظ بالأمح في بيته ليه بسبب ده هو ورد للدولة بـ 370 وراح اشترى الأمح الروسي والأوكراني موجود في السوق بـ 250 يبقى إزاي إن هو حيرضى إن هو يخزن الأمح المصري الغالي وما للارتفع للتوريد إلى 3 و 7 من 10 نتيجة لإنه خد سعر مجز من الدولة أنا بعتقد إن إن إنتاجنا من القمح في مصر ما بين 5 إلى 6 مليون طن ليس أكثر من ذلك نتيجة للمساحة الموجودة اللي هي من 2.5 إلى 3 مليون طن قمح كل سنة زراعة أمح والبرسيم هو لـ 3.5 يعني أنا كل اللي عند في مصر 8 مليون راس من المواشي 8 مليون راس من المواشي دول أنا بزرع لهم 3.5 مليون فدان في حين بقى الـ 85 مليون بني آدم أنا بزرع لهم 2.5 فقط ده لازم النسبة دي تعكس ثم أبدأ أتوسع في زراعة الأمح في المشروعات الجديدة سواء ترعة السلام أو الساحل الشمالي أو مشروع التوشكة أو امتداد المحافظات فنبدأ نزود إنتاجنا بدل من اكتفاء الزاتي حاليا 30% يجب أن يصل إلى 80% وفي دراسات على فكرة كيف نحقق 80% اكتفاء الزاتي وما هي المساحات التي تصلح لزراعة القمح ابتداء من العام القادم ومن العام ده كمان لو احنا عايزين ترجمة نانسي قنقر